بدورها لمحت مفوضية الانتخابات إلى عدم تحديد تاريخ محدد تجرى فيه انتخابات مجالس المحافظات وفيما أشارت إلى أن الموعد الأولي هو نهاية العام الحالي أكدت أن عدد الناخبين الجدد المسجلين بايومتريا وصل إلى 900 ألف ناخب حضر مجلس المفوضين اجتماع مع اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي وناقشوا فيه استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات والشروع بوضع الجدول العملياتي مؤكدين على ضرورة تحديد الموعد النهائي للانتخابات وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في قليل نهاية العام الحالي إذ أسفرت جهودهم عن تسجيل أكثر من 900 ألف ناخب من ضمنهم المواليد الجديدة لعام 2004 التي بلغت أكثر من 190 ألف ناخب ومواليد عام 2005 التي بلغت أكثر من 97 ألف ناخب في حين بلغ عدد البطاقات المايومترية الموزعة ما يقارب مليون ومئتين ألف بطاقة